الوضع في المسجد الأقصى والترذيبات قبيل رمضان يطلعن عليها من القدس مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب شيخ عزام أهلا بك إذن نحن على بعض أيام فقط من شهري رمضان المبارك الجميع يتحضر اليوم ليس فقط من أجل العبادات وإنما يتأهب أيضا في ظل ما يفرضه الاحتلال على المناطق المقدسة شكرا لأختي الكريم كل عام وأنتم بخير فعلا خلال أيام القادمة إن شاء الله يحل علينا ضيف عزيز وهو شهر رمضان المبارك وسيكون ضيفا عزيزا بإذن الله على المسجد الأقصى المبارك نتنع في الإعلام بأن الأمور إن شاء الله ستكون مسهدة في المسجد الأقصى المبارك لإذن الله سبحانه وتعالى طبعا من قبل شهرين عادة وفي كل عام نأخذ ترتيبات معينة في المسجد الأقصى حتى نتقبل الوافدين والصائمين والمتعبدين في هذا المسجد من كافة أنحاء فلسطين ومن الخارج ومن يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة والعبادة والاعتكاف وغير ذلك يعني أعددنا ترتيبات الشؤون الدينية بشكل كامل سواء كانت بالدروس الدينية سواء كانت بصلاة الترويح والصروات الأقرة إما مؤهدين أكفاء قراء قمط القرآن كريم هذا إن شاء الله سيكون في هذا الشهر القضيل من صلاة الفجر حتى بعد صلاة الترويح كذلك رتبنا موضوع النواحي الصحية حتى نحاطب على تحة القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك لا سبح الله إذا حصل أي مكروه لأي روافد إلى المسجد الأقصى المبارك هناك عشر لجان صحية ستعمل مع دائرة الأوقات من أقوى المؤسسات المتواجدة في مدينة القدس إتعافات من الهلال الأحمر الفلسطيني وبعض المؤسسات الصحية كنوران والمركز الصحي العربي والمسعبين العرب واللجاة الطبية وغير ذلك من المؤسسات الكبيرة مفتل مستشفيات المقاصد والمطلع كلها ستجمعنا معها عدة فرات وسيساعد دائرة الأوقاف في هذا الشهر الفضيل كما هو كل عام وكذلك الإفطارات الإفطارات أيضا هيئنا الإفطارات للوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك إفطار سواء كان الإفطارات أو حتى صحور ستكون في هذا العام مختصرة فقط على دائرة الأوقاف ويجدد الزكاة التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية لن نسمح لأحد بأن يتلاعب بموضوع دستارات نهائيا فقط دائرة الأوقاف المسؤولة من ضمن نطاق لجنة زكاة القدس التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية طبعا أيضا عقدنا عدة اجتماعات مع لجان النظام ومع الكشافة ومع شباب البلد القديمة حتى يساعدوا دائرة الأوقاف إلى جنة الحراس والحريسات في عملية تنظيم دخول وخروج المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وفضل الرجال عن النساء لأن النساء تكون موقعاً فوق التقبل المشرفة وتحنها وكذلك الرجال في المسجد القبلي والمرواني والأقصى القديم وفي مناطف أخرى يعني الحب لا رب العالمين هذه الترتيبات بإذن الله سبحانه وتعالى ستساعد وستساهم في أن يأتي الوافد إلى المسجد الأقصى بأريحية الصلاة والعبادة وقراءة القرآن لأن هناك ناس كثيرين منذ فترة طويلة لن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك فنسأل الله أن يكون عاماً شهراً كريماً على مدينة القدس التي تعاني والتي إن من ناحية اقتصادية ومن واحي أخرى ومن ناحية إجلاق المسجد أمام الكثير الكثير من المسلمين منذ فترة طويلة فإن شاء الله سنرضي صاحب المسايد جلالة الملك حفظه الله ورعاق على أعمالنا في المسجد الأقصى المبارك وإن شاء الله سنكون ينوداً أو فياء لفتبت هذا المسجد العظيم كثير من المسايد جلالة الملك حفظه الله شكراً جزيلاً لك الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس شكراً جزيلاً لك